يعني أنا لما أحلف بحضرة النبي وأنا أعظم ما عظمه الله فأعظم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنا كده لا يمكن أكون وقعت في الشرك طب إيه اللي غير في حياة المصريين ده؟ إيه اللي خل المصريين لما واحد يقوله النبي يجر الكلام على إيه؟ أول حاجة يجر الكلام على مسألة إنه هو حلف بس هو في الحقيقة في الأولى هو مش حلف أمال إيه؟ ده مش حلف ده واحد بيقوله لو سمحت اجبرني عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما بيحلفش ده بيترجى ده هو بيترجى فأصلا المسألة أول خطأ حصل في المسألة إن احنا حولنا الترجي وإن أنا بقوله بغلوة حضرة النبي عليك ده أنا بترجى ده أنا مش بحلف الحلف ده قسم والله لا أفعل فواحد بيحلف يعني بيقسم بس هو ما بيقولش كده ده بيترجى واحد ده بيجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عنده فلذلك الكلام ده ما كانش يصح ولا كان يليق إن احنا ننقل ده من ده الأمر الثاني إن في حد أصد عن عمل إن يحول المسائل الفقهية إلى مسائل عقائدية طب هو بيعمل كده ليه؟ لأنه هو في الحقيقة متصور إن مجرد العمل بالأحكام يوصل الإنسان إلى التسكية يوصل الإنسان إلى التوحيد لا إحنا عندنا العمل بالأحكام باب لازم تتبعه بعمل في القلب فأنت لازم ترب الناس وتعود الناس ولذلك من حلف بغير الله فقد أشرك إحنا لازم نفهمه ونحمله على الحديث المتفق عليه من حلف فقال في حرفي ولات والعزة فليقول لا إله إلا الله ده اللي يقول لا إله إلا الله يبقى بنص الحديث من اللي يقول لا إله إلا الله إذا حلف إذا حلف الذي يقول ولات والعزة طب اللي يقوله حضرة النبي ما حدش يجي من الشرع يقوله قول لا إله إلا الله فالحديث مصروف إلى الحالف الذي كان معروفا في الجاهلية اللي هو الحلف بإيه الحلف بالآلهة لكن ما حدش بيقل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذن لابد إن إحنا نفهم ده ونفهمه بشكل واضح عشان نصرف عن نفسنا اللي حصل للمصريين إيه بقى اللي خلى ده حصل للمصريين إن في حد جه وجدهم بيعظموا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعظموا حضرة النبي على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى ما أحبه الله لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا لسه إلين لعمرك إنهم لا في سكرتهم يعمهون يبقى إذاً اللي حاصل الله سبحانه وتعالى عظم حضرة النبي حتى أقسم بحياتي مش بس الله سبحانه وتعالى عظم جزءاً من حضرة النبي ليبين عظمي كله صلى الله عليه وسلم إزاي؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم إذا كان ده خلق حضرة النبي فكل حضرة النبي لا كل حضرة النبي عظيم قال له لدرجة إيه؟ قال له لدرجة أن حضرة النبي عشان كله عظيم بقى نصف لا إله إلا الله نصف كلمة التوحيد يبقى اللي كان عايز يقول للناس إحنا عايزين نحفظ على التوحيد ما لتفتش إن كلمة التوحيد فيها إيه أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله إيه ده؟ يعني تعظيم حضرة النبي هو جزء من عملية التوحيد هو جزء من عملية التوحيد يبقى تعظيم حضرة النبي هو جزء من عملية التوحيد واللي ما عظمش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لسه توحيده ناقص لازم يملأ قلبه بتوحيد الله بأن يعظم حضرة النبي لذلك إيه اللي حاصل لا إله إلا الله ليس كمثله شيء ما فيش حد ما فيش شيء مثل الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم بس كمان وأشهد أن محمد رسول الله ليس كمثله مخلوق حضرة النبي مخلوق غير بقدر مخلوقات ولذلك ده اللي احنا لازم نفهمه إن تعظيم حضرة النبي من التوحيد لكن الكلام وهو ده اللي فهمه لإمام أحمد يعني الإمام أحمد فيه خلاف في مسألة انعقاد الحلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده فيه روية عند الإمام أحمد بماذا؟ بيجعل الحلف بحضرة النبي منعقد يعني إيه منعقد؟ يعني لو حد حلف حلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه كفارة إذا منفش اللي حلف به آه نعم فيه خلاف في هذه المسألة بس هم بيتكلموا في انعقاد الحلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش وهو بيتكلم في مسألة الحلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم جاب الكلام ده عن ناحية الشرك يبقى الشخص اللي هو عمل كده نسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه واللات والعزة ايه فليقول لا إله إلا الله ده اللي بيقول بولات والعزة هو حد هيخلي الحلفان بحضرة النبي زي الحلفان باللات والعزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى احنا كده مش فاهمين يبقى احنا كده مش فاهمين طب ايه اللي حصل ده ناس خوفت الناس من تعظيم حضرة النبي مع أن تعظيم حضرة النبي هو اللي كان بيخلي الناس تبقى عندها أخلاق إزاي يعني كان لسه عندهم رقة قلب لما حد يقوله والنبي اعمل لي كذا كان قلبه رئ بسبب حضرة النبي وغلاوة حضرة النبي فكان الناس قلبهم يرئ فكان ذكر حضرة النبي بيصير الرحمة والعطف والجمال في قلوب الناس الناس لازم يفهموا سنة حضرة النبي فهم صحيح ولازم يفهموا التوحيد فهم صحيح اللي عايز يوحد ربنا توحيد صحيح لازم يعظم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا قلنا أن مسألة انعقاد الحلف بحضرة النبي مختلف فيها بس الإمام أحمد نفسه لاحظ فجعل الحلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم منعقد ليه؟ عشان هو ركن الشهادة قال كده هو ركن الشهادة والشهادة جاية عشان التعظيم تعظيم الله عن كل أحد حتى حضرة النبي بس كمان النبي عظيم عظمه جعل الله سبحانه وتعالى يبينه في الحلف بحياته وجعله يبينه في بيان أن جزء النبي صلى الله عليه وسلم شيء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخلاقه عظيم فكيفنا في كله وعشان كده لازم نرجع مرة تانية تعالوا بقى نقول شوية إجراءات تخلينا نرجع تاني لفهم ذكر حضرة النبي ودور حضرة النبي في حياتنا لازم نفهم ده لأن إحنا لو ما فيمناش ده هيبقى عندنا مشكلة دور حضرة النبي في حياتنا أنه يمنعنا ويحصننا من إيه؟ من أن أي حد يقول أي فكرة تمر هو إيه اللي حصل إيه اللي خلاه الناس بيقوله لما حد يشتمها حد بيقول والنبي يقوله يقول لا إله إلا الله الشعبوية بقى كل الناس بتتكلم في دين الله وكل الناس بتبدع الشعبوية دي هي اللي حذر منها حضرة النبي لما قال إيه قتلوهم قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال نروح نسأل العلماء وبلاش نعمل كده لحسن مرة مع مرة مع مرة يبقى الواحد خايف إن هو يحب النبي قوي خايف يعظم النبي قوي فيبقى عنده حاجز بينه وبين حضرة النبي حاجز إن حضرة النبي يكون معاه طول الوقت في كلامه وده خطر جدا جدا على قلوبنا ده حضرة النبي هو اللي علمنا إن إحنا نكسر من الصلاة عليه ونكسر من تعظيمه وربنا هو اللي أمرنا إن إحنا نوقر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيه اللي حاصل شيلوا الحاجز من قلوبكم بينكم وبين حضرة النبي وخلوا بينكم ومن حضرة النبي هذا الجمال وعرفوا أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما زال فينا وعلموا أن فيكم رسول الله يبقى إذن حضرة النبي لازم يكون فينا لازم أحس معايا أنه معايا أحس أن حضرة النبي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمالكم معروضة علي فما وجدت فيها من خير حمدت الله وما وجدت فيها من خير ذلك استغفرت الله